أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلاب التعليم الفني التجاري الدارسين لمنهج المحاسبة الحكومية طبعا بيدرس منهج المحاسبة الحكومية من المناهج المهمة في مقررات أو مناهج المحاسبة أو مناهج التعليم السنوي التجاري بيدرسها طبعا بيدرسها طلاب شعبة الشؤون القانونية بالصف الثالث وطلاب شعبة الإدارة والتسويق وسوق المال بالصف الخامس بمدارس التعليم الفني التجاري المutقدمة في الحلقة السابقة عزائي طلاب تكلمنا عن الباب الأول من أبواب منهج المحاسبة الحكومية واللي كان بعنوان الإطار العام للمحاسبة الحكومية وطبعا زي ما أوضحنا في الحلقة السابقة أن منهج المحاسبة الحكومية بيتكون من أربع أبواب الباب الأول بيتكلم عن الإطار العام للمحاسبة الحكومية الباب الثاني بيتكلم عن النظام المحاسبي الحكومي الباب الثالث بيتكلم عن الموازنة العامة للدولة الباب الرابع بيتكلم عن التوجيه المحاسبي للعمليات الحكومية نحن في الحلقة السابقة اتناولنا الباب الأول بالتفصيل اتعرفنا من خلال دراستنا للإطار العام للمحاسبة الحكومية على تعريف أو مفروب المحاسبة الحكومية طبقا لنص المادة التانية من القانون 127 لسنة 1981 تعرفنا أيضا على أهداف المحاسبة الحكومية وقلنا أن المحاسبة الحكومية بشكل عام بتهدف إلى قياس الأداء الحكومي أو تقييم الأداء الحكومي بالإضافة إلى مجموعة من الأهداف الفرعية اللي أوضخناها اللي منضمناها طبعا على سبيل المثال ترشيد المصرفات العامة والرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة والرقابة على التزامات الجهات الحكومية الإدارية إلى جانب هدفين آخرين نولناهم في الحلقة السابقة تكلمنا أيضا عن نطاق صرايان المحاسبة الحكومية أو مجالات تطبيق المحاسبة الحكومية يعني قلنا أين تطبق المحاسبة الحكومية وأوضحنا بشكل عام أن المحاسبة الحكومية بتطبق في المؤسسات الحكومية الغير هدفة للربح اللي أسمناها أو أطلقنا عليها الوحدات الحكومية الإدارية لكن القانون 127 لسنة 1981 حدد الجهات اللي بتطبق فيها المحاسبة الحكومية من هذه الجهات الحكومية وقال لنا مثلا أول حاجة قال وحدات الحكم المحلي اتنين الجهاز الإداري للدولة تلاتة قال تكلمنا أيضا عن إيه قلنا يبقى واحد وحدات الجهاز الإداري للدولة اتنين وحدات الحكم المحلي تلاتة قلنا الهيئات العامة ذات الطابع الخدمي أربعة قلنا الصناديق والحسابات الخاصة اللي طبعا بيتم إنشاءها بموجب قوانين وقرارات جمهورية كلمنا أيضا بعد ما حددنا أو كلمنا عن نفاق صريان المحاسبة الحكومية أو مجالات تطبيقها كلمنا عن أسس قياس النتائج في المحاسبة الحكومية وأوضحنا أن هناك ثلاث أسس لقياس النتائج في المحاسبة بشكل عام قلنا الأساس النقدي وأساس الاستحقاق والأساس النقدي المشترك أو المعدل أو المختلط قلنا أن المادة الخامسة من القانون 127 لسنة 1981 حددت الأساس النقدي كأساس يطبق في المحاسبة الحكومية في جمهورية مصر العربية كلمنا أيضا عن السمات العامة للمحاسبة الحكومية وأوجه الاتفاق بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية أوجه الاتفاق يعني أوجه الشبه بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية وعلى سبيل المثال أوضحنا أن المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية بيتطفقوا في نظرية القيد المزدوج أن كلا الفرعيين من المحاسبة سؤال المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية بيطبقوا قاعدة أو نظرية القيد المزدوى كذلك الطلاحات المحاسبية تكاد تكون موحدة في المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية بجانب أوجه اتفاق أخرى الكلام أيضا عن أوجه الاختلاف بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية وقلنا على سبيل المثال أن الهدف في المحاسبة المالية بيختلف عن الهدف للمحاسبة الحكومية وأن المحاسبة المالية طبعا بتطبك في المؤسسات الهدفة للربح وبالتالي بيكون من ضمن هدفها تحديد نتيجة الأعمال أو أعمال منشأة من رحبها وخسارة أما المحاسبة الحكومية فبتطبك طبعا في المؤسسات الحكومية الإدارية غير الهدفة للربح وبالتالي بيكون هدف قياس أو الهدف العام لها قياس الأداء الحكومي أو تقييم الأداء الحكومي تعرفنا أيضا في الحلقة السابقة عن العلاقة بين المحاسبة القومية والمحاسبة الحكومية وأوضحنا أن العلاقة بين المحاسبة القومية والمحاسبة الحكومية تنبع أن المحاسبة الحكومية تعتبر ترجمة نقدية للخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية اللي طبعا بتهتم بها المحاسبة القومية اللي بتعمل في ضوء مفاهيم الناتج القومي والدقل القومي ومفاهيم اقتصادية اليوم إن شاء الله هنتكلم عن الباب التاني من أبواب منهج المحاسبة الحكومية اللي بتمنى من الله سبحانه وتعالى أن انتم تستفيدوا منه استفادة جمع وإن شاء الله بإذن الله لو لما تتخرجوا إن شاء الله بإذن الله وتروحوا لسوق العمل ولو انتحقتم بوحدة من الوحدات الحكومية الإدارية والانتحقتم بالعمل المحاسبة داخل هذه الوحدات تكون اكتسبتم المهارات اللي اتأهلكم للعمل المحاسبي الحكومي هنتعرف في حلقة اليوم على النظام المحاسبي الحكومي اللي هو الباب التاني اللي هو بعنوان النظام المحاسبي الحكومي وطبعا هنتعرف من خلال هذا الباب على تعريف النظام المحاسبي الحكومي ومقومات النظام المحاسبي الحكومي وهنتعرف أو هنتضرب على كيفية إعداد أو تسجيل العمليات بضفطر حساب الشيكات 56 عين حا وكذلك أيضا إعداد ميزان المراجعة اليومي أو دفتر الحزبة اليومية 69 عين حا الباب اللي الثاني وهو باب الخاص بالنظام المحاسبي الحركومي مش بس بيشتمل على مجموعة من المعارفة النظرية لا ده بيضم في طيات النظام المحاسبي الحكومي اللي أنا أتعرف على مقاوماته اللي هي مجموعة طبعا مستندية ومجموعة دفترية وطبعا بالإضافة لبعض القوانين واللواح والتشريعات اللي بتحكم العمل المحاسبي الحكومي وزي ما أوضحنا القانون 127 لسنة 1981 هنتضرب على إعداد بعض الاستمارات وبعض العمليات تسجيل عمليات داخل على سبيل مثال هنتعرف إزاي بنعد أو بنسجل عمليات داخل دفتر حساب الشيكات 56 عين حا وهو أحد دفاتر الأستاذ هنتعرف أيضا على كيفية إعداد سجل حصر طلبات الصرف الواردة 55 عين حا وإستمارة 55 عين حا وكذلك أيضا إعداد ميزان المراجعة اليومي أو دفتر الحزبة اليومية 69 عين حا وكذلك سجل الارتباطات 291 و292 وأيضا هنتعرف على إحنا قلنا كده طبعا تعرفنا على إزاي هنتعرف إزاي بنعد أو بنسجل عمليات دفتر حساب الشيكات 56 عين حا إزاي بنسجل عمليات في سجل حصر طلبات الصرف الواردة 55 عين حا إزاي بنعد ميزان المراجعة اليومي أو دفتر الحزبة اليومية 69 عين حا وهناك أيضا دفاتر أخرى هنتعرف عليها وهي طبعا من الدفاتر المهمة اللي هنتناولها خلال دراستنا للنظام أو مقاومات النظام المحاسبي الحكومي تعالوا نشوف أول جزئية معنا والخاصة بتعريف النظام المحاسبي الحكومي ماذا نقصب بالنظام المحاسبي الحكومي؟ أي نظام محاسبي بيتكون من ثلاث أجزاء أعزائي الطلاب زي ما إحنا عارفين أو ثلاث عناصر المدخلات والعمليات والمخرجات المدخلات بتاعت النظام المحاسبي بتكون هي عبارة عن المستندات اللي بتأيد دي العمليات والأحداث المالية اللي بيتم تحليلها وتبويبها وتسجيلها في الدفاتر وتلخيص هذه العمليات ثم الخروج بالتقارير اللي بتستفيد منها الإدارة في وظائفها التخطيط والرقابة وتقييم الأداء تعريف النظام المحاسبي الحكومي بنعرفه بأنه مجموعة من العناصر والأسليب الفنية يعني النظام المحاسبي الحكومي هو مجموعة العناصر والأسليب الفنية المستخدمة في تجميع وتبويب وتلخيص البيانات المالية المتعلقة بأنشطة الوحدة الحكومية الإدارية وعرض وتحليل البيانات لأغراض التخطيط والرقابة وتقييم الأداء يبقى لو جالي سؤال مثلا لتعريف النظام المحاسبي الحكومي هكون ملتزم بتعريف النظام المحاسبي الحكومي بأنه مجموعة من العناصر والأسليب الفنية المستخدمة في تجميع وتبويب وتلخيص البيانات المالية المتعلقة وأنشطة الوحدات الإدارية الحكومية وعرض البيانات لأغراض التخطيط والرقابة وتقييم الأداء يبقى أنا النظام المحسابي بيتكون من مجموعة من العناصر والأساليب الفنية اللي هنتعرف عليها بنستخدمها في نجمع ونبوى بالبيانات ونلخصها وطبعاً دي البيانات المتعلقة بأنشطة الوحدات الحكومية الإدارية وبنعرض هذه البيانات بعد تحليلها عشان تستفيد منها الإدارة في أغراض التخطيط والرقابة وتقييم الأداء إيه هي مقاومات النظام المحسابي الحكومي؟ عندنا النظام المحسابي الحكومي له ثلاث مقاومات هنركز على مقاومين منهم طبعاً المقاوم الأول وهو المجموعة المستندية وده تمثل مدخلات النظام المحسابي ثم بعد ذلك المجموعة الدفترية وده طبعاً بتتكون من مجموعة دفتر اليومية ومجموعة دفتر الأستاذ بالإضافة إلى مجموعة السجلات والدفاتر البيانية والإحصائية بالإضافة المجموعة الثالثة أو المقاومة الثالث وهو القوانين والتشريعات واللوائح اللي بتنظم العمل المحاسبي الحكومي وزي ما أوضحنا القانون 127 لسنة 1981 هو القانون المعتمد واللي بيفضوء بيتم إصدار اللوائح التنفيذية داخل المؤسسات الحكومية في وحدات العمل المحاسبي المجموعة الأولى من مقاومات النظام المحاسبي الحكومي وهي المجموعة المستندية ودي بتمثل المدخلات النظام المحاسبي الحكومي أو بتعتبر المصدر للحصول على البيانات وبتعتبر الرقابة طبعا عليها على هذه المستندات من أهم أدوات الرقابة لأن طبعا هي المستندات هتمثل الوسيلة أو اللي بيتم الاعتماد عليها في تسجيل العمليات داخل دفاتر اليومية ومن ثم ترحلها دفاتر أستاذ وبالتالي أي خطأ يحدث داخل هذه المستندات هيترتب عليه أخطاء داخل دفاتر يومية ودفاتر أستاذ ومن ثم بتحزي هذه المستندات برقابة تم عند استخدامها أو عند مراجعتها داخل النظام المحاسبي الحكومي بتضم المجموعة المستندية تلات أنواع عندنا مستندات الصرف ومستندات التحصيل ومستندات الشراء والتخزين المجموعة المستندية بتضم تلات أنواع مستندات الصرف ومستندات التحصيل ومستندات الشراء والتخزين نحن ما فكرنا ببساطة جديدة الوحدة الحكومية هتقوم بيه يأما بتقوم بتصرف مبالغ يأما بتحصل مبالغ يأما بتشتري أي شيء محتاجه وإما بتستخدمه بشكل مباشر أو بتقوم بتخزين وبالتالي لزيكون عندها مستندات تعتمد عليها في صرف المبالغ من الوحدات الحكومية الإدارية وكذلك مبالغ تعتمد عليها عند تحصيل المبالغ للوحدات الحكومية الإدارية ومستندات أخرى تعتمد عليها عند شراء مستلزمات خاصة بالوحدة وكذلك مستندات تخص التخزين نحن نقسم المجموعة المستندية إلى تلات أنواع واحد مستندات الصرف وطبعاً دي المستندات اللي بيتم في ضوءها أو بيتم من خلالها أو بيعتمد عليها عند صرف المبالغ من الوحدات الحكومية ومنها طبعاً الشيكات وإذن الصرف يبقى من أشكال المستندات الصرف اللي في ضوءها بيتم صرف المبالغ سواء كانت بشكات أو بإذن صرف المستندات التالية أول حاجة عندنا استمارة 132 عين حا ناخد بالنا إن في النظام المحاصر الحكومي بدأ يده كل استمارة رقم ويدوفه جنبها كلمة عين حا ويبقى الرقم الخاص بذلك الاستمارة رقم مميز يعني مثلاً الاستمارة 132 عين حا طب إيه المقصوب بعين حا عين حا دي يعني المقصوب بها عمومي حسابات أو حسابات عامة طب الاستمارة 132 عين حا هو رقمها كده اسمها كده يبقى الاستمارات أو المستندات داخل النظام المحاصر الحكومي هيبقى لها أرقام وكل استمارة لها رقم غير الاستمارة الأخرى لتميزها عن غيرها من الاستمارات وبيضاف لها كلمة أو اختصار عين حا اللي هو عمومي حسابات أو حسابات عامة وكل المطلوب مني إن أنا أكون عارف رقم الاستمارة وبتستخدم في إيه فمثلاً أول استمارة عندي من استمارات الصرف وهي الاستمارة 132 عين حا ودي بتستخدم في صرف مرتبات ومهيات العاملين في الحكومة يبقى الاستمارة اللي بيستستخدم في صرف مرتبات ومهيات العاملين هي الاستمارة 132 عين حا لو رحنا أي مؤسسة حكومية داخل جمهورية مصر العربية هنجد إن الاستمارة المستخدمة بيصرف بها مرتبات ومهيات العاملين الشهرية هي الاستمارة 132 عين حا يبقى لما نكون عايزين نعمل نصرف مرتبات العاملين او مهيات العاملين فاي وحدة حكومية طبعا هيكون عندنا نموذج من استمارات الصرف اللي هي 132 انحاء وهيبتدي بقى نسجل فيها مرتبات العاملين الاساسي والمتغيرات والحوافز وكذا وفيه طبعا طريقة بيتم من خلالها او بيتم بيها تسجيل هذه البيانات داخل الاستمارة 132 انحاء استمارة اخرى وهي استمارة 132 مكرر انحاء ده واخد نفس الرقب يعني عند استمارة اسمها 132 انحاء واستمارة 132 مكرر انحاء الاستمارة 132 انحاء دي استمارة صرف مرتباته ومهيات العاملين بشكل عام داخل الوحدة انما الاستمارة 132 مكرر انحاء ضفنا هنا كلمة مكرر هنا بتاعت ايه هنستخدمها في صرف ومرتبات لموظف واحد لو في موظف جيف شهر من الشهور لسبب من الاسباب ما خادش المرتب الخاص بي او مثلا نسينا ندرج اسمه داخل استمارة الصرف الخاصة بالموظفين هنعمل له استمارة خاصة به وبالتالي هنستخدم الاستمارة 132 مكرر انحاء اللي هي طبعا هيتم بقى صرفها اما بشيك او بازن صرف وفيه طريقة اخرى لطرق الصرف هو طريقة الصرف الالكتروني او الدفع الالكتروني الاتماني اللي بيستخدمها دلوقتي الموظفين في الدولة في صرف مرتباته تعالوا نشوف نوع تاني من استمارات الصرف وهي الاستمارة استمارة اعتماد الصرف خمسين عين حا استمارة اعتماد الصرف خمسين عين حا ودي بتخصص لصرف المبالغ المستحقة على الجهات الحكومية من الباب الثاني والثالث والرابع بالموازنة اللي هنتعرف عليهم بعد كده هنتعرف على زي الأبواب بعد كده لما نيجي ندرس الموازنة العامة للدولة في الباب التالي لكن انا اكون عارف ان استمارة اعتماد الصرف خمسين عين حا دي بتخصص لصرف المبالغ المستحقة على اي مبالغ مستحقة على الجهات الحكومية من الباب الثاني والثالث ورابع الموازنة طبعا يعني ايه مستحقة على الجهات الحكومية الجهات الحكومية مسحنا عندنا باب السنة والخاص بالسلع بالشراء السلع والخدمات وبالتالي لو اشترينا اي سلع او خدمة لما نيجي نصرف المبالغ لمستحقيها اللي هم على سبيل المسال الموردين او المقاولين اللي قدوا لنا خدمات هنعمل لهم استمارة اسمها استمارة اعتماد الصرف 50 اي انحا ودي طبعا هي الاستمارة اللي من خلالها بنصرف بيها المبالغ المستحقة لاي جهات لها مستحقات عند الجهات الحكومية الاستمارة اللي بعد كده الاستمارة 51 اي انحا الاستمارة 51 اي انحا ودي خاصة بطلب صرف مصاريف الانتقال وبدل الصفر اي موظف داخل اي مؤسسة حكومية بيجي ينتقل مثلا الوحدة الحكومية بتكلفه بعمل ما من الاعمال خارج الادارة او خارج النطاق الجغرافي اللي بيعمل فيه بيبتدي تصرف له مصاريف بدل الانتقال او بدل صفر وبالتالي بيتم صرف هذين المبالغ بالاستمارة واحد وخمسين اي انحا انا مطلوب مني ابقى عارف ان الاستمارة 51 اي انحا حاضية استخداماتها ايه هي من استمارات الصرف ولا من استمارات التخصيل ولا من استمارات الشراء والتخزين دي او الجزئي الاستمارة 51 اي انحا دي استمارة صرف الحاجة التانية بتشتخدم في ايه الاستمارة 51 بتشتخدم في صرف مصاريف الانتقالات وبدل الصفر الاستمارة 62 اي انحا هي ايضا من استمارات الصرف اللي بيتم استخدامها في استعادة المنصرف من السلفة المستديم طبعا كلمة استعادة المنصرف من السلفة المستديم يعني كلمة جديدة عليكم لكن هنوضح لكم يعني استعادة المنصرف من السلفة المستديم السلفة المستديمة دي مبلغ بيتم بيعهب به لأحد الموظفين في الوحدة الحكومية مبلغ معين بنده للموظف في الوحدة الحكومية عشان يصرف منه على المصروفات الصغيرة والمتكررة اللي بيطلق عليها المصروفات النسرية عايزين نشتري أدوات نظافة عايزين نشتري مثلا طوابأ بريد ودمغة وهكذا المصروفات الصغيرة المتكررة دي عايزين نشتري أحبار نشتري أقلام ورق مثلا للطباعة وكذا كل هذه المصرفات النصرية البسيطة الوحدة الحكومية بتاخد مبلغ من الخزنة وتعهد بول أحد الموظفين عندها وتقوله أصرف من المبلغ دوة على المصرفات النصرية اللي هي الصغيرة والمتكررة اللي ألضخنا أمثلة لها زي صريف مثلا التوابع البريد والدمغة أصبح المبلغ ده ثابت في عودة الأمين أو الشخص اللي هيمسك المبلغ دوة فيطلق على هذا المبلغ السلفة المستديمة في نهاية كل شهر بنيجي نحاسب بقى الموظف اللي مسك السلفة المستديمة نقوله انت صرفت قدية هكونا مدينك ألف جنيه صرفت مينه قدية يقوله صرفت تلتمية يبقى فاضل معك قدية سبعمية نروح مكملين له المبلغ لغاية ما يوصل لمبلغ السلفة اللي هو ألف طب هو فاضل معاها سبعمية من الألف نديله بقى اللي نصرف اللي هو التلتمية جنيه احنا كده عملنا ايه استعادنا المنصرف يعني ادينا الموظف ايه ادينا له التلتمية جنيه اللي هو صرفهم من قيمة السلفة وهكذا كل شهر لأن مبلغ السلفة لازم يدانه ايه لازم يدانه سابت في عهدت أمين أمين الصندوق اللي هو صندوق المصرفات النسرية أو عهدت الموظف اللي بيمسك السلفة المستديمة طيب المبلغ دي بتستعب بالاستمارة 62 60 عين حا يبقى اني ما نيجي نصرف له المبلغ اللي هو أنفقه من مبلغ السلفة هنستخدم الاستمارة 62 عين حا طيب في استمارة 62 مقرر عين حا يبقى هي برضو تخص لايه السلفة المستديمة لكن دي بقى بنصرف بقى المبلغ الاصلي يعني أول ما جينا ند الموظف لألف جنيه ادي نقوله إزاي ادي نقوله بالاستمارة 62 مقرر عينحة لأن دي الاستمارة اللي بيتم من خلالها صرف السلفة المستديمة للمرة الأولى أو بعد كده لو كل ما ننشئ سلفة مستديمة نقوم إيه نصرف بها المبلغ لأول مرة للموظف اللي هو الألف جنيه زي ما أوضحنا في المثال اللي احنا أوضحناه اللي هي الاستمارة 62 مقرر عينحة يبقى أنا عندي كده الاستمارة 62 عينحة بس دي الاستعادة المنصرف استعادة يعني الاستكمال ما تم انفاقه من مبلغ السلفة المستديمة اما الاستمارة 62 مقرر عنحة فديد بيتم استخدامها عند نشأة السلفة المستديمة يعني لما نيجي نعهد لأحد موظف المنشأة ونديله المبلغ بتاع السلفة اللي هينفق منه على المصرفات الصغيرة والمتكررة بنستخدم الاستمارة 62 مقرر عنحة الاستمارة 64 عنحة ودي بتستخدم لصرف اجور عمال يبقى الاستمارة 64 عنحة بتستخدم لصرف اجور العمال استمارة 170 مقرر عينحة دي بتستخدم في استرداد أجر عربات والطرام وغيرها يبقى الاستمارة 170 مقرر عينحة دي بتستخدم لإسترداد أجر عربات وطرام وغيرها أي وسائل من وسائل النقل اللي فقط عليها المنشأة مبالغ بتسترد هذه المبالغ من الوحدة الحكومية منين بالاستمارة 170 مقرر عينحة دي استمارات الصرف تعالوا نشوف بقى مستندات التحصيل وهي طبعا المستندات اللي بتؤيد كافة عمليات تحصيل أرضاتي بأي مبالغ هيتم تحصيلها يبقى احنا عندنا المجموعة المستندية فيها مستندات الصرف وتكلمنا عنها أخيرها كانت الاستمارة 170 مقرر المستندات التحصيل هي بقى المستندات اللي بتؤيد كافة عمليات تحصيل أرضاتي يعني أي مبالغ هتقوم بتحصيلها الوحدة لابد أنها تتم باستخدام استمارة من هذه الاستمارات عندنا طبعا من أهم استمرات التحصيل اللي هي قصيمة التحصيل النقدي 33 عنحة وكذلك حفظ التوريد النقود وهي 37 عنحة وإيصال توريد نقدي نهائي 37 مقرر عنحة وقصائم تحصيل عوائد الأملاك اللي هو 40 أملاك مكررة وقصائم تحصيل أموال الأطيان اللي هو 28 أموال مكررة وعندنا أيضا إيصال توريد نقدي مؤقت 71 سيرة وإذن التسوية 61 عنحة دي مستندات التحصيل عندنا أيضا مستندات الشراء والتخزيل لأننا أوضحنا أن المجموعة المستندية كمكون أو مقومات النظام المحسن الحكومي بتتكون من أول حاجة المجموعة المستندية والمجموعة المستندية بتتكون من مستندات الصرف ومستندات التحصيل ومستندات الشراء والتخزيل مستندات الشراء والتخزيل هي المستندات اللي بتستخدم طبعا عند شراء الأصناف وبتستخدم أيضا في تسجيل هذه الأصناف في الدفاتر الخاصة بالمخازن وكذلك صرفها وارتجاعها للمخازن يبقى عندنا مستندات تخص الشراء والتخزيل الشراء اشترينا هنسجل في الدفاتر باستمارات معينة كل ما نشتري أي مستلزمات للوحدة بنشتريها بمستندات والمستندات ده بيتم استخدامه في التسجيل في الدفاتر بتاعة المخازن وكذلك أيضا أي مبالغ بترتجع أو بتصرف من المخازن بيتم تسجيلها باستمارة من هذه الاستمارات من أهم دي المستندات اللي هي مستندات الشراء والتخزيل عندنا استمارة صرف أصناف مستديمة أو مستهلكة من المخازن اللي هي الاستمارة استمارة الصرف 111 عين حا يبقى استمارة الصرف 111 عين حا بتستخدم لصرف أصناف مستديمة أو مستهلكة من المخازن يبقى ممكن برضو ناخد بالنا مهم جدا انه لاني ممكن يسأل فيه الاختبار يقول لي استمارة الصرف 111 دي خاصة بإيه؟ أقول له دي خاصة بأصناف مستديمة او مستهلكة من المخازن يبقى احنا مش بناخد الكلام دا وده كده وخلاص لا ده نازم يكون عارف كل استمارة او كل مستند تبع ايه واستخداماته في ايه يعني مثلا ده مستند صرف ولا مستند تخصيل ولا مستند شراء وتخزين ثم المستند ده بيستخدم في ايه سواء كان شراء وتخزين او كان تخصيل او كان مستند صرف في مبالغ من الوحدة الحكومية عندنا ايضا استمارة او اذن اضافة اصناف الى المخازن من اسمه ان الاستمارة او اذن الاضافة اللي هو 112 انحة ده بيستخدم لاضافة الاصناف الى المخازن عندنا ايضا محضر جرد اصناف اللي هو 121 انحة وكشف العجز او الزيادة 122 انحة واستمارة مقايسة شراء اصناف 184 انحة والاستمارة 185 انحة اللي خاصة بالعطاء المحلي لما يكون المنشئة مثلا الوحدة الحكومية عاملة مثلا مناقصات وكذا وبالتالي اي مقاولة هيدخل هذه المناقصة هيقدم العطاء من خلال استمارة 185 انحة استمارة ارجاع اصناف للمخازن اللي هي 187 انحة واستمارة خاصمة اصناف مفقودة اللي هي 188 انحة والاستمارة 189 انحة اللي هي خاصة ببيع اصناف قديمة ومحظر لجنة الفحص ومحظر świat 날 هو المجموعة المستندية في النظام المحاسبي الحكومي المجموعة الثانية من مكونات أو مكونات النظام المحاسبي الحكومي وهي المجموعة الدافترية والسجلات المجموعة الدافترية والسجلات ودي بتضم ثلاث اقسام القسم الأول خاص بدفاتر اليومية القسم الثاني خاص بدفاتر الأستاذ أما القسم الثالث أعزائي الطلاب فهو خاص بالسجلات والبيانات الإحصائية يبقى الجمعة الدفترية في النظام المحاسب الحكومي بتشمل 3 أقسام قسم الأول خاص بدفاتر اليومية تعالوا نشوف مع بعض القسم الأول وهو الخاص بدفاتر اليومية نتعرف على دفاتر اليومية المستخدمة في الوحدات الحكومية طبعا دفاتر اليومية هي مجموعة الدفاتر اللي بتستخدم في إثبات وتسجيل العملات اليومية اللي بتقوم بها طبعا الوحدات الحكومية الإدارية وطبقا لقاعدة أو نظرية القيد المزدوج يبقى تسجيل العمليات في دفاتر اليومية الحكومية بيتم وفقا لقاعدة أو نظرية القيد المزدوج بالنفس الطريقة اللي بيتم بقى التسجيل أيضا العمليات في المحاسبة المالية ودي طبعا زي ما أوضحنا قبل كده وجه شبه أو اتفاق بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية تعالوا نشوف أول دفتر عندنا من دفاتر اليومية في النظام المحاسبي الحكومي دفتر يومية قيد استمارات الصرف 224 عين حا يبقى أول دفتر عندنا لو دفتر يومية قيد استمارات الصرف 224 عين حا وده بيخصص لقيد استمارات الصرف على اختلاف أنواع يبقى استمارات الصرف بتسجل فين أو بتقيد فين بتقيد فيه دفتر يومية قيد استمارات الصرف اللي هو 224 عين حا يبقى كل استمارات الصرف اللي أوضحناها في المجموعة المستندية بتستخدم أو بتقية داخل دفتر يومية قيد استمارات الصرف 224 إنحا وطبعا زي ما أوضحنا بيتم الصرف من الحكومة طبعا المبلغ بتصرف في الحكومة إما بشكات أو بإذن صرف أو طبعا الصرف الإلكتروني أو الدف الإلكتروني الدفتر الثاني هو دفتر يومية التسويات 224 إنحا يبقى أنا عندي دفترين واخدين 224 إنحا دفتر يومية قيد استمارات الصرف 224 إنحا وده بيقايد فيه كل استمارات الصرف على اختلاف أنواعها سواء كان بقى الدفع بشكات أو بإذن صرف أو دفع إلكتروني وأيضا عندنا دفتر يومية التسويات اللي هي 224 إنحا وده بيخصص للتسويات وتفريغ إذون التسويات يبقى دفتر يومية التسويات 224 إنحا ده بيخصص للتسويات وتفريغ إذون التسويات الدفتر الثالث وهو دفتر يومية الخزينة الدفتر الثالث وهو دفتر يومية الخزينة 41 إنحا وده بيخصص لبيان حرقة النقدية في الخزينة من متحصلات أو مدفوعات نقدية دي مجموعة الدفاتر أو مجموعة الدفاتر اليومية اللي موجودة في المجموعة الدفترية بالنظام المحاسبي الحكومي القسم الثاني من المجموعة الدفترية وده خاص طبعا بدفاتر الأستاذ اللي هي عبارة طبعا عن دفاتر بتستخدم في تبويب العمليات اللي تم تسجيلها في دفتر اليومية احنا عارفين إن دفتر الأستاذ الهدف الأساسي منه زي ما أوضحنا في المحاسبة المالية تبويب الأحداث المالية وتلخصها طيب بنيجي بقى هنا عندنا أيضا نفس الوظيفة لدفاتر الأستاذ في النظام المحاسبي الحكومي وبتضم طبعا مجموعة دفاتر الأستاذ في النظام المحاسبي الحكومي الدفاتر التالية عندنا أول دفتر اللي هو دفتر أستاذ مفردات المصرفات 81 إنحا دفتر أستاذ مفردات المصروفات 81 عنحة وده بيخصص لتسجيل حسابات المصروفات المختلفة وبيتكون من جانبين طبعا بيتكون أسف من جانب واحد اللي هو جانب المصروفات اللي بتكون بطبيعتها طبعا مدينة نقولنا أوضحنا قبل كده أن المصروفات بتكون طبيعتها مدينة جانب أستاذ أو دفتر أستاذ المصروفات 81 عنحة دفتر أستاذ مفردات المصروفات 81 عنحة ده بيخصص لتسجيل المصروفات وبيتكون من جانب واحد فقط اللي هو جانب مدينة الدفتر الثاني هو دفتر أستاذ مفردات الإيرادات يبقى أنا عندي دفترين دفتر أستاذ مفردات المصروفات 81 عنحة ده خاص بالمصروفات الدفتر أستاذ الثاني دفتر أستاذ مفردات الإيرادات 81 عنحة أيضا وده خاص بإثبات الإيرادات وبيتكون من جانب واحد فقط وهو جانب الجانب دائن يعني طبعا المصروفات طبعتها مدينة في الجانب بتاعها هيكون مدينة وكذلك الارضات طبعتها دائنة فيكون طبعا الارضات فيه داخل هذا الدفتر في الجانب الدائن عندنا ايضا من دفاتر الاستاذ دفتر مهم جدا هنتدرب زي ما اوضحنا على الكيفية او الكيفية اللي بيتم بيها تسجيل العمليات داخل هذا الدفتر سواء كانت من الشيكات الصادرة المنصرفة او التي لم تصرف بعد وهو دفتر حساب الشيكات 56 عين حا دفتر حساب الشيكات 56 عين حا ده بيخصص هو طبعا دفتر استاذ احد دفاتر استاذ اللي بتخصص لاثبات الشيكات الصادرة او الشيكات المسحوبة على الوحدة يعني اي مبالغ مستحق على الوحدة الحكومية بيتم اصدار شيك بها بيتسجل داخل دفتر حساب الشيكات 56 عين حا وبيمثل رصيد هذا الدفتر طبعا اللي هو دفتر حساب الشيكات 56 عين حا الشيكات المسحوبة يعني الصادرة من الوحدة ولم تصرف بعد يبقى دفتر حساب الشيكات الصادرة او الشيكات 56 عين حا بيسجل به الشيكات الصادرة او المسحوبة على الوحدة ورصيده بيمثل الشيكات التي سحبت على الوحدة او الصادرة من الوحدة ولم تصرف بعد الدفتر الثاني هو دفتر حساب الحوالات 54 عين حا وده بيثبت به أزون الصرف وقت إصدارها من الوحدة وبيمثل رصيد الحوالات التي صحبت على الوحدة ولم تصرف بعد الدفتر الثالث وهو بفتر حساب الشيكات تحت التقصيل اللي هو 78 إنحاء وده بيخصص لإثبات الشيكات الوردة من الوزرات والمصالح والهيئات العامة والمواطنين وغيرهم في نفس يوم استلامها يبقى أنا عندي ثلاث دفاتر أو ضحناهم حساب الشيكات 56 إنحاء وده الدفتر اللي هنركز عليه وهنتضرب على كيفية تسجيل العمليات أو الشيكات الصدرة داخل هذا الدفتر وإزاي نوصل للرصيد الخاص بهذا الدفتر وعندنا أيضا دفتر حساب الحوالات 54 إنحاء ودفتر حساب الشيكات تحت التحصيل 78 إنحاء طبعا الشيكات 56 ده خاص بالشيكات الصدرة أما الشيكات تحت التحصيل 78 إنحاء ده خاص بالشيكات الوردة للوحدة وليست الصدرة وحبالي الفرق بين دفتر حساب الشركات 56 ينحا ودفتر حساب الشركات تحت التحصيل عندنا أيضا دفتر حساب الكفالات 78 ينحا وده بيخصص أيضا لإثبات الكفالات أو الضمان كتأمين ابتداء أو نهائي ناخد بالنقل الكفالات اللي هي الضمانات اللي هي المبالغ اللي بتدفعها بيدفعها المؤولين والموردين لما يكونوا دخلين عطى أو دخلين منقصة حكومية للوحدة الحكومية والتأمين طبعا بيبقى إما تأمين ابتدائي قبل دخول المناصة أو تأمين النهائي بعد انتهاء المناصة ورسو المناصة على أحد المقاولين فبيقوم بيدفع مبلغ اسمه مبلغ التأمين النهائي طبعا العمليات الخاصة بالكفالات دي أو الضمانات اللي هي بيقدمها أو التأمينات الابتدائية والنهائية اللي بيقدمها المقاولين والموردين في حالة دخولهم ملاقصة أعلنتها أو صدرة من وحدة حكومية بتسجل داخل دفتر اسمه دفتر حساب الكفالات 78 عين ح في دفاتر الأستاذ الخاصة بالوحدة الحكومية الدفتر الآخر اللي معانا دفتر حساب النقدية 87 عين ح وده طبعا بيخصص نسبات المبالغ المحصلة نقدان يبقى أي مبالغ بتحصل نقدان بتسجل في دفتر حساب النقدية 87 عين ح من دفاتر الأستاذ القسم التالت أو الجزء التالت من المجموعة الدفترية كمقوم من مقاومات النظام المحصبي الحكومي هو القسم الخاص بمجموعة الدفاتر والسجلات والبيانات الحصائية احنا هنتضرب على كيفية اعداد دفتر من دفتر الأستاذ وقلنا هو دفتر حساب الشيكات 56 عين ح هنتضرب أيضا في قسم القسم التالت اللي هو الخاص بمجموعة الدفاتر والسجلات والبيانات الحصائية على اعداد تلت دفاتر طبعا قلنا مزان المراجعة اليومي أو دفتر الحزبة اليومية 69 عين ح وسجل الارتباطات 291 أو 292 وكذلك استمارة حصر طلبات الصرف الوريدة 55 عين ح طيب ايه هي بقى الدفاتر او السجلات البانية والاحصائية طبعا دفاتر رقابية على العمليات المالية الحكومية بتهدف الى متابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتحقيق الرقابة الفعالة على مصرفات وارضات الدولة او استخدامات وموارد الدولة بتضم مجموعة الدفاتر والسجلات الاحصائية دفتر الحزبة اليومية 69 عين ح ودفتر الحزبة اليومية 69 عين ح اللي هنتضرب طبعا على اعداده زي ما وضحنا عزيزي الطلاب هو ميزان مراجعة يومي للعمليات المالية التي تخص الوحدة اللي دريبه وعبارة عن ميزان مراجعة يومي بيطلق على ميزان المراجعة اليومي او دفتر الحزبة اليومية 69 عين ح السجل الاخر وهو السجل الارتباطات 291 عين ح او 292 عين ح وناخد بالنا ان ده بيسجل فيه بيتم تسجيل فيه الاعتمادات المقررة بالموازنة يعني الهدف من ساكه هو الرقابة على الاعتمادات المقررة بالموازنة لكل بند من بنود الموازنة لضمان عدم تجاوز هذا المبلغ المقرر للبند دوت او للصرف على هذا البند من بنود الموازنة عندي دفترين دفتر اللي هو سجلين سجل الارتباطات 291 ده بيستخدم في الوحدات الحكومية الادارية الفرعية و292 ده بيستخدم في الوحدات الحكومية المركزية على سبيل المسال دفتر 292 ده بيستخدم فقط في الوزارات او في المحافظة يعني بشكل مركزي اما في المحافظة اما في الوزار طب سجل الارتباطات 291 ده بيستخدم في الوحدات الفرعية فعلى سبيل المسال مثلا سجل الارتباطات 200 واحد وتسعين بيستخدم فيه الإدارة التعليمية وفيه المدريات التعليمية على مستوى الجمهورية طيب وسجل الارتباطات 200-92 بيستخدم مثلا فيه وزارة التربية والتعليم في الوزارة نفسها علشان نراقب على الاعتمادات المقررة للصرف منها على بنود محددة في الموازنة وعشان نضمن ان هي المبالغ ما تتعداش المبالغ المربوطة لهذه البنود الدفتر اللي هو 292 قلنا بيستخدم بشكل مركزي إما في المحافظة أو في الوزارة يعني على سبيل المسال أيضا نجد مثلا سجل الارتباطات 292 ويستخدم فيه مثلا وليكن محافظة الشرقية 291 بيستخدم فيه الوحدات الفرعية من المحافظة اللي هي طبعا زي مجلس المدينة يعني مثلا فيه الشرقية مثلا في حافظة الشرقية احنا عندنا مركز الزقذيق وعندنا مثلا ده مقر المحافظة وبالتالي هيبقى محافظة الشرقية لو بتستخدم سجل الارتباطات هتبقى تستخدم سجل الارتباطات 292 عندنا مركز مثلا زي مركز مينيا القمح مركز مينيا القمح طبعا في مجلس مدينة مينيا القمح هيستخدموا سجل الارتباطات 200 واحد احنا نخدم مثلين في الوزارة الادارة التعليمية مثلا او المدرية التربية والتعليم مثلا بالقاهرة تعتبر وحدة حكومية فرعية او ادارية حكومية من وزارة التربية والتعليم طيب السجل اللي هو استخدم يعني استخدم السجل 200 واحد وتسعين طيب فيه الوحدة الفرعية اللي هي مدرية التربية والتعليم بالقر طب ووزارة التربية والتعليم هنستخدم فيها السجل 292 السجل 292 زي ما قلنا بيستخدم إما في الوزارة أو المحافظة وبيتم أو بيوكل مسئوليته أو بيتم إسند مسئوليته إلى المراقب المالي في المحافظة أو في الوزارة عندنا أيضا سجل لحصر طلبات الصرف الواردة 55 عين ح وده بيخصص لحصر جميع طلبات الصرف الواردة للوحدة الإدارية الحكومية وقيد استمارات الصرف 50 عين ح ومرفقاتها يبقى سجل لحصر طلبات الصرف 55 عين ح ده بيخصص لحصر جميع طلبات الصرف الواردة للوحدة الحكومية الإدارية وبيقيد باستمارات اعتبادات الصرف 50 عين ح والمرفقات الخاصة بها عندنا أيضا الأضابير 101 سيرة ده سجل أيضا اسمه الأضابير 101 سيرة هي عبارة عن سجلات أو ملفات لحفظ المستندات ومرفقتها يبقى سجل الأضابير 101 سيرة هي عبارة عن ملفات لحفظ المستندات ومرفقتها عندنا دفتر يومية المخزن 114 وده بيوجد طبعا في كل مخزن حكومي ويمسك بمعرفة أمين المخزن وبيقيد به حرقة المخازن من وارد ومنصرف اللي هو دفتر يومية المخزن 114 عين حا عندنا أيضا دفتر يومية الشد 115 عين حا وده بيقايد به الأصناف الوردة والمنصرفة وبيستخدم في المخازن الرؤسية فقط عندنا أيضا دفتر يومية العهدة 118 عين حا وده بيظهر أو بيتم إدراك به حسابات العهدة وتوزيع الأصناف على المخازن الفرعية وبيمسك بمعرفة أميناء المخازن الرئيسية والفرعية والإقليمية دفتر فيهرس الأصناف ده بيخصص أيضا لترتيب الأصناف المستديمة والمستهلكة ترتيبا هجائيا دفتر فيهرس الأصناف ده بيخصص لترتيب الأصناف المستديمة والمستهلكة ترتيبا هجائيا أعزائي الطلاب دي كانت مقومات النظام المحاسبي الحكومي قلنا وأوضحنا أن النظام المحاسب الحكومي زي ما أوضحنا بيتضمن مجموعة مستندية وأوضحنا أن المجموعة المستندية بتضم три أنواع مستندات الصرف ومستندات التحصيل ومستندات الشراء أو التخزين كذلك اتكلمنا عن المجموعة الدفترية اللي هي المقاومة التانية من مقاومات النظام المحاسب الحكومي واللي هي طبعا بتضم دفاتر اليومية ومجموعة دفاتر اليومية اللي هي ثلاث أقسام مجموعة دفاتر اليومية مجموعة دفاتر الأستاذ والمجموعة التالتة وهي المتمثلة في السجلات البيانية والإحصائية هنركز بقى في النظام المحاسب الحكومي أو في الباب التاني عندنا أربع أجزاء عملية مهمين جدا تعالوا نشوف أول جزء كده معنا أول جزء عندنا دفتر حساب الشيكات اللي هو أحد دفاتر الأستاذ يبقى هنركز على أول دفتر ده هيجي لي عليه أسئلة عملي وهتضرب على كافية إعداده دفتر حساب الشيكات 56 عنحة من السجلات الإحصائية والبيانية هنتعرف أو هنتضرب على إعداد ميزان المراجعة اليومي 69 عنحة أو دفتر الحزبة اليومية 69 عنحة عندنا أيضا سجل حصر طلبات الصرف الوردة 55 عنحة وسجل الارتباطات 291 و 292 أنا مطالب بثلاث أجزاء عملية من مقومات النظام المحاسب الحكومي أول دفتر عندنا دفتر حساب الشيكات 56 عنحة اللي قلنا بتسجل فيه الشيكات المسحوبة الشيكات المسحوبة على الوحدة أو الصادرة من الوحدة وكذلك رصيده بيمثل الشيكات المسحوبة على الوحدة أو الصادرة الوحدة ولم تصرف بعد الدفتر الثاني أو التالت دفتر التانين دي من الدفتر أو السجلات البيانية والإحصائية أول واحد يوم هيكون طبعا دفتر أو سجل أو دفتر الحزبة اليومية 69 عنحة أو ميزان المراجعة اليومي هنتضرب على كفية إعداده عندنا أيضا سجل حصة طلبات الصرف الوردة 55 عنحة وكذلك أيضا عندنا سجل الارتباطات 291 و292 تعالوا نشوف مع بعض إزاي هنقدر نعد سجل أو نسجل العمليات داخل دفتر حساب الشيكات 56 عنحة لو أسعفنا الوقت هنكمل إن شاء الله لو ما أسعف عالناش الوقت على إن احنا نتعرف على الكيفية اللي هنسجل بيها العمليات داخل دفتر حساب الشيكات 56 عنحة يبقى إن شاء الله نستكمل كلامنا عن الكيفية اللي هنقد بها دفتر حساب الشيكات 56 عنحة في الحلقة القدمة تعالوا نشوف مع بعض الأول جايب لي هنا دفتر حساب الشيكات 56 عنحة جايب لي نموذك للدفتر الدفتر بيتكون من جانبين جانب مدين اللي هو جانب بينه زي ما احنا شايفين وجانب لو اللي هو الجانب الداني يعني عندي جانب مدين اللي هو جانب منه وجانب لو اللي هو الجانب الداني اللي اندي شكل ايه دفتر او صفحة من صفحات رسازة على شكل حرف تي لكن بقى الاختلاف عن دفتر رسازة اللي احنا خدناه في المحاسبة المالية إن دفت الجانب له مقسم لخنات وجانب منه مقسم لخنات تعالوا شوف جانب منه فيه اجمال العمليات شهرية ويومية شيكات منصرفة القيمة الرقم تاريخ ورقم حفظة الشيك وملاحظات جانب له اجمالها عمليات شهرية ويومية شيكات مسحوبة القيمة والرقم البنك المحاول عليه الصرف واسم صاحب الحق والمصطح المقسوم عليها وتاريخ السحب وملاحظات لما باجا سجل العمليات العمليات اصدار الشيك بتسجم في الجانب الدائم يعني اي شيك تصدره لوحدة الحكومية هسجله في جانب له وهبدأ من اول الملاحظات وانا يعني من الشمال وانا رايح على اليمين لما باجا سجل ايضا العمليات في جانب منه ودي الشيكات اللي هتبقى صرفت من الشيكات الصادرة هسجله ايضا من الشمال اليمين يعني من اول ملاحظات وانا رايح علشان نعرف ازاي هنسجل عمليات داخل دفتر حساب الشيكات 56 نحا وازاي هنقدر نحدد رصيد دفتر حساب الشيكات 56 نحا تعالوا نشوف مع بعض تدريب بيقول لي فيه تمت العمليات الاتية باحدى الوحدات الحكومية خلال شهر اغسطس 2013 وجايب لي اربع عمليات وبيقول لي المطلوب اثبات العمليات السابقة بدفتر حساب الشيكات 56 نحا العملية الاولى طبعا انا قبل ما هروح اسجل في العمليات هلطول على مسطر دفتر حساب الشيكات وانت مش مطلوب منك تحفظ الخنات لو جالك سؤال على دفتر حساب الشيكات هتكون طبعا راس الاعمدة ديت موجودة عندك في ورقة الاسئلة هتاخد رؤوس الاعمالة دي وتقوم بتصطير الدفتر داخل الكراسة بشكل افقي ثم بعد كده تبتد تسجل عملية عملية من هذه العملية تعالوا نشوف اول عملية وازاي هنقدر نسجلها داخل دفتر حساب الشيكات 56 عين حا اول عملية بيقول لي فيه 10-08-2013 تم سحب شيك رقم 666 على البنك المركزي للموظم هشام محمد بمبلغ 1600 جنيه على طول هروح على دفتر حساب الشيكات 56 عين حا بس اخد بال العملية دي تمت في 10-08 الشيك رقمه 666 البنك المركزي هو المسحوب على الشيك الموظم هشام محمد المبلغ 1600 هروح على دفتر حساب الشيكات ومن الشمال في جانب له لان الشيكات الصدرة او المسحوب على الوحدة بتسجل في جانب له واللي تصرف منها بيسجل في جانب منه من على الشمال في ملاحظاتها ادي العملية دي رقم واحد واكتب تاريخ السحب اللي هو طبعا هيكون 10-08 المصلحة المخصومة عليها طبعا مش اسجل فيها حاجة لchildren المصلحة بتاعتنا او الخاصة بنا اسجل اسم صاحب الحق وبعدين اسجل البنك المحول عليه الصرف طبعا قلنا اسم صاحب الحق اللي هو شام محمد البنك المحول عليه الصرف اللي هو يكون البنك المركزي الرقم الشيك اللي هو يكون 666 القيمة او المبلغ اللي هو 1600 انا كده حطيت المبلغ 1600 في الشيكات المسحوبة هاروخ بقى في إجمال العمليات وفي اليومية أخط 1600 جنيه بقى أنا كده حددت آخر حاجة هسجل فيها اللي هي إجمال العمليات وفي اليومية هاروخ بعد كده عملية تانية بيقول لي في 15 منه تم سحب شيك رقم 838 على البنك المركزي الموظف خالد حامد بمبلغ 400 جنيه بنفس الطريقة العملية تاريخ 15 8 الشيك رقم 888 البنك المركزي والبنك المسخوب عليه الموظف خالد حامد المبلغ 400 جنيه أروح على سجل أو دفتر حساب الشيكات أسجل أقول لي عمله رقم 2 تاريخ السحب 15 8 الموظف خالد حامد والبنك المركزي والبنك المسخوب عليه أو المحاول عليه الصرف رقم الشيك 888 وبعدين عندي المبلغ اللي هو 400 جنيه أسجلوا فيه شيكات مسخوبة في القيمة ثم أسجلوا في اليومية مرة أخرى ب400 جنيه أروح على العملية التالتة بنفس الطريقة بيقول لي في 22 منه سحب شيك رقم 999 على البنك المركزي الموظف أشرف سعد ما ببلغ 500 جنيه أروح على طول فيه جانب له أدي العملية رقم 3 تاريخ العملية 22 8 الموظف أشرف سعد البنك المسخوب عليه والمحاول عليه الصرف البنك المركزي ثم أكتب رقم الشيك اللي هو طبعا 999 اللي هو طبعا بعدك سجل قيمة الشيك اللي هي 500 جنيه ثم أسجل في إجمال العمليات اليومية رقم الشيك مرة أخرى أو مبلغ الشيك مرة أخرى اللي هو 500 جنيه دي أعزاء الطلاب الكيفية اللي بسجل بيها العمليات داخل دفتر حساب الشيكات 56 إنحة دفتر حساب الشيكات 56 إنحة دفتر من دفاتر الأستاذ المهمة اللي لا يخلو اختبار أو انتحامل امتحانات من هذا الدفتر طبعا إحنا بنتكلم على الدفتر دوت إن هو دفتر مهم إحنا هنتضرب على كيفية الإعداد أو إزاي أحسب بقى أو أسجل الشيكات اللي اتصرفت وطبعا هتكون في جانب منه يبقى الشيكات الصدر أو المسخوبة الوحدة في جانب إيه بتسجل في جانب له أما الشيكات الصدرة أو الشيكات اللي انصرفت منه أو ما تم صرفه من الشيكات الصدر أو المسخوبة الوحدة هتسجل في جانب منه ثم بعد كده الفرق بين الجانبين هيكون رصيد حساب الشيكات 56 عينها الوقت الخاص بحلقتنا مش هيسعفنا طبعا ان احنا الول وقت المتبك مش هيسعفنا ان احنا نكمل حدثنا عن دفتر حساب الشيكات 56 عينها لكن في الختام بنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان احنا يكون وفقنا في تقديم فكرة ملخصة ومجازة حول النظام المحاسبي الحكومي تعريفي ومقاوماته وكذلك حول التسجيل العمليات داخل الدفتر حساب الشيكات 56 عينها اللي هنكمل حدثنا عنه وكيفية اعداده في حلقة قادمة ان شاء الله انتظرونا وحلقة جديدة من حلقات منهج المحاسبة الحكومية والى ان نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته